يعني كعادتنا دايما في مصرحتنا للمواطنين بكل الأشياء بتفاصيلها كان حرصنا النهاردة أن احنا نعقد هذا المؤتمر الصحفي الحقيقة بحضور السيد محافظة بنك المركزي وعدد من السيدة الوزراء والمسؤولين في الحكومة عشان الحقيقة نتكلم على عدد من الخطوات والإجراءات اللي تمت في خلال هذه الفترة والقرارات والإجراءات أيضا اللي حنعلنها النهاردة المهمة جدا للتعامل مع الأزمة العالمية الغير مسبوقة الخاصة بأزمة روسيا وأوكرانيا والحقيقة هذه الأزمة ألقت بزلالها وتدعيتها الشديدة على كل اقتصاديات العالم وأكيد كلنا شايفين العالم النهاردة ماذا تأثره الشديد بهذه الأزمة في كل المناحي وده اللي خلى الحقيقة كل دول العالم بدون استثناء تتخذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لها علشان ازاي تعرف تتوائم مع هذه الأزمة الغير مسبوقة الحقيقة خلونا نتكلم على مصر بالذات والوضع اللي موجود فيها النهاردة احنا موجودين فيه ان الدولة المصرية الحقيقة منذ بداية أزمة كورونا استطعنا ان احنا ندير هذا الملف بنجاح كبير جدا واستطعنا الحقيقة على مدار ما يقرب من عامين ان احنا نتحمل أعباء هائلة في إدارة ملف هذه الأزمة واستطعنا مع كل ده ان احنا نحقق يعني كاستثناء مع عدد قليل جدا من الدول نمو اقتصادي موجب ووجهنا تحديات يعني شديدة ولكن يمكن طبعا كلنا عصرنا ان مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة جدا من التضخم والاضطراب في سلاسل الامداد وتكاليف الشحن والنقل ارتفعت بصورة كبيرة جدا وللأسف جت كمان أزمة روسيا واوكرانيا لتضيف ضغوط تضخمية هائلة على العالم كله والنهاردة احنا بقينا بنسمع أرقام تضخم في العالم محدش سمحها من عشرات السنين ويمكن هنا انا عايزة صارح المواطنين بنقطة مهمة جدا ان يمكن هذه الأزمة أشد بكثير جدا من أزمة كورونا لأن في أزمة كورونا اللي حصل ان عدد كبير جدا من الدول الدول توجهت لفكرة الإغلاق التام والإغلاق التام ده أدى إلى نقص الطلب على كل السلع والمنتجات وبالتالي أدى إلى انخفاض أسعار هذه المنتجات والسلع وجدنا كنا في وقت من الوقات أسعار الوقود والسلع للسراتيجية نزلت لأقل معدلاتها في العالم كله لأن الناس كانت كلها قفلة وبالتالي ما كانش هناك طلب ده سمح لنا احنا في مصر في هذه الفترة ان نوفر جزء كبير من الموارد اللي كانت محطوطة مخصصة لهذه النفقات اننا ضختها في خلق فرص عمل لشبابنا وبالتالي قدرنا ان احنا يعني كعدد يمكن كدولة من الدول القليلة جدا اللي نجحت انها تخلق فرص عمل كبيرة جدا في هذه الفترة وانها تحقق نمو اقتصادي موجب ولكن وطأت هذه الازمة الحالية ان الاسعار حصل العكس تماما ان الاسعار زادت بصورة غير مسبوقة وشفنا بالذات اسعار الوقود والسلع الغزائية الكبيرة اللي حصلت بتفراط بارقام كبيرة جدا وده سبب ضغط هائل على مواردنا لان النهاردة بقينا مضطرين ان احنا نتعامل لتأمين اكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا والدولة المصرية الحقيقة بتوجيه من القيادة السياسية كانت واخدة الاجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة من توفير مخزون استراتيجي من كل السلع اللي ممكننا الحمد لله النهاردة ان المواطن بيقدر ينزل ويشوف ان السلع كلها موجودة بدون اي نقص والحقيقة من اول ما بدأت هذه الازمة واحنا ابتدينا نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير اللي حصل في الاسعار بزيادة انزال حجم كبير جدا من السلع في الاسواق وتعاملنا مع هذا الموضوع من خلال لجنة الازمة اللي شكلت لهذا الغرض واللي النهاردة بقت بتقعد على مدار كل اسبوع بنقعد وبنراجع مع بعض الموقف عشان نؤمن كل السلع وضرورات الحياة للمواطن المصري وبالتالي الحمد لله قدرنا في الفترة الايام القليلة الماضية ان احنا نجبح جماح زيادة الاسعار اللي حصل ويحصل وفر كبير من السلع ويمكن كانت توجهات ايضا القيادة السياسية بتبكير بالمعارض والمنافس بيع السلع عشان استغلالا لقرب حلول شهر رمضان المعظم فالحقيقة فتحنا المنافس باسعار وتخفضات كبيرة جدا اخدنا قرارات في تسعير الخبز الحر واكيد حضراتكم تابعتوا هذا الموضوع واعطينا حوافز النهاردة لتأمين اكبر مخزون من القمح من خلال حوافز اضافية تم اقرارها لحافز توريد ونقل الامح بحيث يبقى السعر مجزي للفلاح المصري وبحيث ان احنا نؤمن باكبر قدر ممكن الحقيقة احتياجاتنا من القمح على الاقل لغاية نهاية هذا العام الحقيقة في اطار الخطة المتكملة للتعامل مع هذه الازمة واللي احنا للأسف برضو العالم كله مش شايف مدى زمني لانتهاءها وبالتالي ده كان يتطلب مننا ان احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار ومنها وانا يعني لازم نقولها ان يكون هناك سيناريو متشائم لطول امد هذه الازمة وبالتالي احنا كان لازم نعيد صياغة كل سياستنا النقدية والمالية زي كل الدول العالم عملت علشان ان احنا نتعامل مع السيناريو دائما المتشائم ماذا لو طال امد هذا الصراع وتدعيات وضغوطه على كل موارد وامكانيات العالم ومصر هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم فالحقيقة ان المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية اللي هو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظة بنك المركزي وعدد من الوزراء المعينيين بالملف الاقتصادي كنا على يعني تنسيق فيما يعني وضع كل الاجراءات اللي من شأنها انها تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات اللي حققناها كاقتصاد في الفترة السابقة ولكن في نفس الوقت يكون هناك ايضا مراعاة للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية في الفترة دي على اعتبار طبعا ان هذه ازمة وهناك ارتفاع كبير في الاسعار والحقيقة ان المجلس التنسيقي بتوافق على مدار الفترة السابقة يعني حصل نوع من التوافق على عدد من الاجراءات اللي تخص كل من السياسة النقدية والسياسة المالية انا هترك واتيح الفرصة لزميل السيد محافظة بنك المركزي انه يتكلم على الاجراءات اللي تمت فيما يخص السياسة النقدية واسمحولي بعد كده اكمل كل الاجراءات الاخرى اللي الحكومة النهاردة قررت انها تتخذها وحنعلنها النهاردة في اطار توجيهات فخامة الرئيس شكرا دولة الرئيس مشكل سيادتك على الدعوة لهذا المؤتمر طبعا النهاردة كان يوم مهم البنك المركزي اتغس قراراتهم النهاردة الصبح وقرارات دي بالنسبة لأسعار السياسة النقدية واسعار الفايدة واسعار الصر وطبعا انا برى ان القرارات دي كانت قرارات جيدة جدا وقوية وفعلا يعني في ولو انه اول يوم لكن الرجوع الافعال الدولية جاءت ايجابية جدا بالنسبة لقراراتنا طبعا القرارات دي كان لها احنا القرارات دي كان هدفها ان احنا نحافظ على المقدرات المالية لمصر ونحافظ على سيولة النقد الاجنبي من اجل تأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة فطبعا احنا الهمية الاولى عندنا قبل مستويات اسعار الصرف والفايدة هو كبانك مركزي هو توفير السيولة لان بدون السيولة طبعا الاسعار ممكن تبقى مختلفة خالص فاحنا كسياسة نقدية لازم ان احنا كنا نتصق مع المتطلبات الدولية من ناحية الاسواق الدولية وشركائنا الدوليين اللي احنا بنحتاجهم بنمول منهم احتياجات جزء كبير من احتياجاتنا وطبعا الحركة في اسعار الصرف اللي هي كانت عملية التصحيح وطبعا سعر الصرف في مصر هو سعر محرر بالتالي هو بيعكس الاوضاع النقدية والاقتصادية في العالم لان احنا جزء من العالم النهاردة وفي مصر طبعا لا يخفي على احد انه تطورات في العالم كانت في الفترة اللي فاتت الساعتين اللي فاتوا صعبين جدا لكن احنا الحمد لله بالتنصيق مع الحكومة وبدعم السيادة الرئيس احنا ازمة الاولانية ازمة كورونا كانت ازمة عنيفة جدا اطاحت بفرص عمل وبطالة في الدول حتى الدول المتقدمة بنسب كبيرة وقدت الى زيادة اسعار السلع وبالتالي وقدت الى افلاس الكثير من الشركات الصغيرة احنا في مصر امنا بدور كان حقيقي متميز فهذه الفترة وحاس فعلا على تقدير المراقبين الدوليين ان احنا التوقيت والاستباق اللي تمت به اجراءاتنا بالنسبة الكورونا كحكومة وبنك مركزي اللي هو دايما فيه التنصيق قوي وواضح قدرنا ان احنا ندافع عن مقدرات الاقتصاد كافراد او كمؤسسات انتاج صغيرة او كبيرة او متوسطة وكميزان المدفعات وارادات مصر من النقد الاجنبي وكمعدلات تنمية وايضا المهم ان احنا حفظنا كمان في ظل الحدث الصعب ده على مستويات الاسعار يعني احنا من ساعة ما احنا اتخذنا قرارات اصلاحية فيه من خمسة سنوات اقدر من خمسة سنوات بقيادة الرئيس اصلاحات اقتصادية الاسلاحات دي شالت الاقتصاد المصري خمس سنوات وقدت الى مستويات التدخم انخفضت في وقت الى ثلاثة ونصف في المية وقدت الى الدفع بالتنمية بشكل ضخم يعني احنا طبعا لا اخفى على احد ان مشروعات التنمية في مصر وانا بشتغل في مصر بقالي 40 سنة يعني لم تحدث من قبل في جميع القطاعات في كل الصناعات وبالتالي احنا الاجراءات الاصلاحة اللي تمت في 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار اجنبي لأسواق رأس مال دولية الى البورصة المصرية الى التحويلات المصريين اللي هي تضعفت بسبب الثقة بسبب قرارات 2016 تضعفت التحويلات المصريين ووصلت الى 31 مليار بعدما كانت في حدود 12-14 مليار دولار فطبعا فيه برضو كل ده احنا بنبص على ميزان المدفوعات وموارد مصر من ناعد الاجنبي وبنتخذ القرارات المناسبة للحفاظ وحماية هذه الموارد لان هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شارعين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر والمجتمع لان احنا طبعا معتمدين لحد كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج فوكان بالتالي نجحت هذه القرارات وبقى مصر بقالها سمعة في الاسواق الدولية يعني في اي وقت بنخرج نصدر سنة دولي 40 سنة بيعتبر استثمار انا بعتبره استثمار اجنبي 40 سنة 6-7% تأتي الينا الاموال وبالتالي استطعنا ان نحقق الموارد لمعيشة اليومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية اللي هي وظفت وخلقت وظايف ضخمة جدا في بقى فالاستقرار النقدي مهم جدا للاقصاد المصري وللمجتمع احنا قدرنا نعدي ازمة كورونا بدون ونحمي المجتمع من صدمة الاسعار كيف فعلنا ذلك؟ وحافظنا على مستويات اسعار الصرف بالتدخل بالاحتياطات الدولية اللي بناها البنك المركزي بعد برنامج الاصلاح من ضمن مزايا برنامج الاصلاح ان الدولة بنت احتياطيات نائد اجنابي ضخمة وبالتالي بتيجي الازمات بتستخدم الاحتياطيات لتدافع عن الاستقرار للمجتمع فحصل ان احنا استخدمنا الاحتياطيات ايام ازمة كورونا ومصر من الدول القليلة جدا من ثلاث دول في العالم لم تحدث زيادة اسعار فيها للنائد الاجنابي في الازمة دي جميع الدول النشأة حصل فيها زيادات في مستويات اسعار النائد الاجنابي بين 15 و 30% واعتقد فيه دول يعني قريبة مننا فيها مستويات التضخم وصلت اكتر من 50% فاحنا الحمد لله عدينا فترة كورونا بنجاح كبير وحقيقة اخدنا شهادة دولية في سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع كورونا وكان ضمن يعني السياسات المهمة في هذا الشعر التوازن في عملية الإغلاق وعدم الإغلاق فبالتالي طبعا يعني الحكومة كان نتيجة قررتها مؤسسات كتير استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل كبنك مركزي وخطاع مصرفي وبالتنصيق مع دولة رئيس الوزراء احنا نزلنا اموال ضخمة في السوق المصرية سيولة ضخمة عشان نساعد كل المؤسسات اللي كانت في البلد انها ما تفقدش الخدرة انها تصرف على العمالة وعلى الانتاج وطبعا اخدنا يمكن 21 مبادرة ومنها تخفيض اسعار الفائدة للمقتردين واعتمان وتمويل ضخم لقطاعات الخاصة القطاع الخاصة الاقتصادي الذي وصل الى 600 مليار جنيه في عام 2020 زيادة في الاعتمان لقطاع الخاص ده كان مهم جدا والحمد لله كان ناجح جدا جاءت بعد ذلك في النصف الثاني من عام 2021 ازمة اخرى هي عملية ان البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي بدأ في شد السيولة من الاسواق سيولة الدولار من الاسواق وبدأ في سياسة انكماشية وبالتالي بدأت السيولة تخرج من الاسواق الناشئة ومن ضمنها مصر ومع ذلك احنا في مصر نظرا للاحتياطيات القوية وقدرنا ان احنا نسدد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها ونوفر برضو كل احتياجات السوق المصري خلال ازمة التضييق النقدي اللي قام به المجل المركزي في الولايات المتحدة وفعلا برضو حفظنا على استقرار المؤشرات النقدية احنا بقى فجئنا طبعا كلنا بازمة الحرب الاوكرانية دي كانت ضربة اخرى في العالم وعدم الاستقرار العالمي الاقتصادي وحروب اقتصادية كبيرة وطبعا بالطبع اثرت على مصر ايضا احنا اصبحنا جزء من السوق الدولي نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود 150 مليار دولار واردات صادرات استثمار اقتراض اسواء رأس مال احنا جزء من السوق الدولي واصبح ان احنا لازم ناخد اجراءات في السياسة النقدية تصحح الاوضاع من اجل الحفاظ على حاجتين حفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي في مصر ثقة اسواء المال الدولية في مصر عشان نقدر دايما ان احنا نلجأ اليها في توفير احتياجات التنمية والحاجة التانية ان هي كمان النقد الاجنبي ان هي بتحافظ على موارد مصر من النقد الاجنبي اللي هو من المصريين المقيمين في الخارج فكان لازم يحصل حصل حركة تصحيح في النقد الاجنبي وهي حركة بتعكس التطورات والاحداث في السوق العالمية او في السوق المصرية لان احنا قلنا في 2016 ان اسعار الصرف بتعكس الاوضاع الاقتصادية العالمية والمصرية وانه سعر صرف محرر وجاءتنا تقارير ايجابية جدا من الخارج انه ده بالحركة اللي تمت في سعر الصرف حصل تصحيح لمستويات اسعار الصرف في مصر بحيث انها تبقى تنافسية بالمقارنة بالدول الاخرى وتنافسية للصدرات وبرضو من اجل تنظيم عملية تسعير الواردات بالاسعار المناسبة ده من ناحية النقد الاجدابي وسعر الصرف واحنا نرجو ان ازمة اوكرانيا تنتهي في القريب العاجل لكن طبعا هي عاملة اضطراب في جميع الدول بالنسبة لاسعار الفائدة طبعا احنا اللي حصل سيطرنا على مستوات التدخم في السبع سنين اللي فاتوا ووزننا المستوات تقريبا 3.5 و 4% لفترات طويلة واسعار الفائدة احنا لم نرفعها في مصر من عام 2017 بالعكس احنا عطينا اسعار فائدة مدعمة لقطعات الصناعة والمقاولات والسياحة الى اخير النهاردة التدخم في العالم التدخم في مصر اصبح مستورد من الخارج وليس نتيجة لاي شيء في السياسات الحالية الموجودة داخلية المنتجات في الخارج اسعار غلية الشحن في الخارج اسعار غلية الاسعار بدأت ترتفع وبالتالي كان لازم السياسة النادية اللي هي مسؤولة عن التعامل مع زيادات في مستوى الاسعار انها تتعامل مع انها نسحب سيولة الجنيه المصري نقلل من السيولة في الاسواق المصرية عن طريق زيادة اسعار الفايدة وتشجيع الناس والمدخرين على الادخار وبالتالي اصدرنا الشهادة اليوم كمان البنوك المصرية اصدرت شهادة ب18% لانه عملية تعويض ايضا على زيادة مستوى الاسعار للمدخر المصري اللي ملايين الاسر عندنا مش اقل من 30 مليون عميل شهادات استثمار 30 مليون بالاسعار الفائدة والعائد على ودايعهم على مدخراتهم بيحتاجوها انهم يصرفوا في حياتهم اليومية فالزيادة الى 18% هي كانت خطوة طيبة واعتقد ان المجتمع كان طالبها لان المجتمع طبعا كان بيشعر بزيادات في الاسعار ده بالنسبة لمستوى الاسعار الفائدة وهتفضل دايما السياسة النقدية تعكس التطورات العالمية والدولية والتطورات في السيول المصري لكن احنا هدفنا ان احنا نحافظ على موارد مصر والسيولة من نقد الأجنبي قبل الاسعار عشان نوفر السلعة الاساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصري كان مطلوب مننا نخزن امح وفعلا دولة الرئيس اعلن قبل كده ان مخزوننا من الامحامح هيكفي عدد كبير من الاشهر النهاردة احنا استفدنا من هذه الاوضاع واستفدنا ان احنا قدرنا نقوي ودعنا النقد لان الودع النقد ودعنا في النقد الأجنبي مهم ان احنا نحافظ عليه ومهم ان احنا نحافظ على قنوات الاستثمار الأجنبي اللي بتجيب لنا النقد الأجنبي سواء هي صادرات سواء هي مصريين مقيمين في الخارج هحبوا يشوفوا عائد مناسب على العملة بتاعتهم لان احنا لما صححنا اوضاع اسعار العملة في 2016 المصريين بعد ما كانوا بيجيبوا 12 مليار دولار في السنة بيحاولونا 31 مليار دولار في السنة وده جزء كبير مما نعتمد عليه في الاقتصاد المصري لتلبية احتياجاتنا بالنسبة للتنمية يعني ده باختصار اللي احنا قمنا به النهاردة اعتقد ان دي كانت قرارات جريئة طبعا احنا البنك المركزي قرارات السياسة النقادية قرارات البنك المركزي لكن طبعا احنا بننصق وبنستمع وبنتناقش وبنتشاور وبالتالي يعني الحمد لله يعني اتخاذنا هذه القرارات لحماية مواردنا يعني الفترة القادمة ونرجو ان الامور على المستوى الدولي انها تتحسن في الفترة الجاية بنقنة المصرية قوية بخير مازالت بتمول التنمية بشدة بتمول كل المشروعات صغيرة وكبيرة وعندها مستويات عالية من سيولة يمكن كان فيه كلام كتير يعني مش صديق اتقال في الفترات اللي فاتت كان كلام كله غير صحيح على الاطلاق احنا اعلى مستويات سيولة من دول في اوروبا وفي الشرق الاوسط الحمد لله مستويات سيولة عالية رقابة على البنوك مؤسسة قوية جدا البنوك المصرية بالتقارير الدولية كلها تقارير جيدة وان شاء الله ان احنا نقدر نحن نحافظ على هذا المستوى ونحافظ على اداء الاقتصاد واحتياجات الاقتصاد على قدر الامكان لكن لازم الناس تعرف ان احنا في ظروف صعبة جدا وان احنا بنحاول اقصى بنعمل ان احنا نشتغل وان ننفذ العمل العلمي اللي هو بيحافظ على اساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي شكرا الحقيقة في ضوء يعني ما عرض السيد المحافظ يمكن ايضا احنا كجانب حكومي الحقيقة كان فيه اجتماعات متتالية ويمكن كان بناء على المتغيرات الكبيرة جدا احنا كنا قدمنا مقترح المشروع الموازنة للعام المالي القادم الجديد كان عرضناها قدام فخامة الرئيس ولكن مع المستجدات اللي تمت كانت توجيهات السيد الرئيس باعطاء الاولوية القصوى للحماية الاجتماعية للمواطنين في خلال هذه الفترة من الازمة وبناء على هذا الكلام الحقيقة قامت وزارة المالية تعديل الموازنة العام القادم عشان تتيح مساحة اكبر للبعد الاجتماعي لاستعاب الاسعار المرتفعة للسلع الغذائية والاساسية ولبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني مع زيادة المرتبات والمعاشات اللي احنا الحقيقة كنا قلناها والحقيقة بناء على اجتماع فخامة الرئيس معنا الحقيقة فقد تقرر ما يلي اولا تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة العام المالي القادم عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين واللي كان المفترض انها هيبدأ تطبيقها اعتبارا من واحد سبعة اه القادم لتبدأ من واحد اربعة الحالي يعني حنبدأ الحقيقة بدري تلات شهور وده الحقيقة بتكلفة اجمالية اضافية على موازنة الدولة هتصل الى حوالي تمانية مليار جنيه يبقى بدل مكانة الزيادة هتطبق اعتبارا من واحد سبعة لا هنبدأها اعتبارا من واحد اربعة في نفس على نفس المنوال الحقيقة اه وافق سيادة الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة تلاتاشر في المية على ان برضو يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من معاش شهر اول ابريل اللي هو القادم في خلال الايام القليلة القادمة بدلا برضو من ان هو كان هيتطبق اعتبارا من واحد سبعة وده برضو بتكلفة اضافية تصل الى تمانية مليار جنيه القرار التالت هو رفع حد الاعفاء الضريب الشخصي من تسعة الاف جنيه الى خمستاشر الف جنيه. ده ببساطة شديدة عشان المواطن يفهموا بقى النهاردة كان الاجمالي اللي بيبقى بيخضع لاعفاء ضريبي من دخل المواطن كان اربعة وعشرين الف جنيه في السنة. بهذا القرار وصل الى تلاتين الف جنيه في السنة. معنى كده ان المواطن اللي مرتبه الفين وخمسمائة جنيه في الشهر مش هيدفع اي ضرائب النهاردة وده جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الاعباء عن المواطنين. القرار الرابع هو اضافة عدد ربعمية وخمسين الف اسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة. وده حيبقى بتكلفة سنوية اضافية اتنين واربعة من عشرة مليار جنيه مصري. الحقيقة ايضا كان توجيه فخامة الرئيس بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم. حيصل الى مية وتلاتين مليار جنيه. عشان الدولة المصرية تستطيع ان تستخدمه لمواجهة التداعيات والاعباء اللي متوقع انها تستمر في حالة استمرار وطول امد هذه المعركة. بحيث الازمة. بحيث يبقى احنا جاهزين في اي لحظة لو لقدر الله استمر امد هذه الازمة لفترة طويلة ان احنا نحاول بقدر الامكان من خلال هذا الاحتياطي نمتص الجزء الاكبر من التداعيات فيما يخص الاسعار. ويبقى المواطن بيتحمل فقط جزء من هذه التداعيات. الحقيقة بالاضافة الى هذه التوجيهات الحقيقة الحكومة ايضا اتخذت بعض الاجراءات الاخرى اللي هعلنها برضو. ان حيتم علشان لتشجيع الصناعة وحركة الانتاج ان يعني حيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري للسلع الاساسية والمستلزمات الانتاج حتى اخر ابريل الحالي. وبعد كده هنبدأ نراجع هذا الموضوع علشان نقرر ايه اللي هنعمله في هذا الشأن وده عشان يخفف من اعباء بالذات للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج. ايضا الحقيقة الدولة المصرية من خلال وزارة المالية ايضا هتتحمل الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن القطاعات الصناعية. عشان التسهيل والتخفيف على القطاعات الصناعية. فضوء ان احنا متوقعين ان حيبقى فيه تضرر ليها. وده هتبقى بتكلفة اجمالية على مدار هذه الفترة حوالي اربعة مليار او اربعة مليار الا ربع. الحقيقة بكرة ايضا هيعرض في مجلس الوزراء حزمة تحفيزية للبورصة المصرية الحقيقة علشان تشجع وتنعش هذا القطاع المالي المهم جدا في خلال الفترة القادمة. الحقيقة ان انا عايز يعني اودي هنا في الاخر مجموعة من الرسائل المهمة جدا. احنا عايزين في البداية طبعا اود ان انا اطمئن المصريين ومجتمع الاعمال المصري والمستثمرين المحليين والاجانب. ان الحكومة والدولة كلها بكل قطاعاتها ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في الاندباط المالي والنقدي للدولة المصرية وحنتخذ كل السياسات والقرارات اللي من شأنها انها تضمن تحقيق ذلك. والحياة في ختم كلمتي ان انا حابب ان انا اأكد لكل المصريين ان احنا ان شاء الله مصر حتكون قادرة على اكتياز هذه الازمة الغير مسبوقة اللي العالم كله بيواجهها النهاردة وزي ما وفقنا ربنا سبحانه وتعالى من قبل في التعامل مع الازمات السابقة ومنها طبعا كانت جائحة كورونا احنا النهاردة الحقيقة بمتابعة يومية من القيادة السياسية للحكومة والكل المؤسسات بنتخذ كل الخطوات اللي من شأنها ان شاء الله ان احنا نعرف ازاي ندير هذه الازمة ونتعامل معها زي ما بقول لحضراتكم وحطين كل السيناريوهات المختلفة لهذه الازمة للتعامل معها ولكن الاهم بالتأكيد كلنا متفقين على ان احنا محتاجين هذه الفترة يتكون الاولوية القصوى لاستقرار اوضاع الاقتصاد المصري ضمان توفر كل السلع الاساسية والغذائية وعدم تأثر سوء العمل في مصر بهذه التحديات ويكون لدينا المرونة ان شاء الله في خلال هذه الفترة القادمة للتعامل مع هذه الازمة حتى تنتهي بإذن الله وان شاء الله انا عايز اطمن به المصريين ان مجرد انتها هذه الازمة طالت ام قصرت هيكون لدينا برضو الخطط ازاي ان احنا سرعة التعافي وتخروج من هذه الازمة والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة اللي احنا الحياة كنا عليها وان شاء الله بدعم ودعاء كل المصريين وتعاونهم كشعب وقيادة وحكومة ان شاء الله هنستمر في المضي قدما في تنمية بلدنا الحبيب مصر بإذن الله وربنا يكتب لنا جميعا السلامة والتقدم والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته